هل يصح الخلع بحكم المحكمة حتى لو الزوج ما حضرش أصلاً جلسات المحكمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجع في فيديو دي اختلف العالماء في أن هل يجب أن الزوج يوافق على الخلع ولا لا يجب؟ يعني هل يجوز إجباره ولا لا يجوز؟ أكثر العلماء جمهور العلماء قالوا لا لا يجوز إجباره هو لازم بعد ما الست تقول له خلاص أنا حديك المهر وديك حقوق المالية لو سمحت طلاني هو اللي لازم يطلع أو ما يطلقش لو رفض خلاص ما ينفعش يجبر على الخلع أو على الطلاق وساعدتها حتى لو بلافظ الطلاق هيكون خلع طيب ده أغلب لكن بعض العلماء وده الاختيار وده القول اللي اختاره شيغ بن باز وشغ بن عثمين وده الراجح على فكرة أنه يجوز إجبار الزوج على الخلع أصلاً يا أخواننا ما فائدة تشريع الخلع لو في النهاية هنرجع للزوج والخلع ده شرع لي عشان الزاء الستات اللي مش قادرة تكمل مع أجوازها وزوجها برضو مش عايزة طلعها فهي بتقول له خلاص يا عم خد مهري مش عايزة منك حاجة وطلقني فإذا رجعنا تاني يقولنا لأ لازم يا زوج أنت اللي توافق يبقى كده ما فائدة تشريع الخلع تاني حاجة إن موضوع إن هو زوج مفتري مثلاً والست طهقانة ولا لقى هتفضالي تحت زمتي ومهما تعملي ولو روح تمقشتيكي وخبط رأسك في الحيط ما ده ضرر والإسلام لا يقبله الضرر يا أخي هي سلمتك أنت ألقل من الطلاع عشان المهر خاية تنزلت عن المهر إذا انطلقها ولذلك القول الراجح أنه يجبر الزوج إذا الست وده قانون في مصر على فكرة واخد بالقول ده اللي هو بتاع ابن بازو بن عثايمين إن لو الست تنزلت عن حقوقها المالية وقعتت المهر يجوز للمحكم اللي هي تجبر الزوج على الخلع إذا لم يوافق هو والست تكون أمينة بقى حيطة لا مش أمينة أو بتكدب دي قصد دي مش هنعرف نعملها حد نتكلم في الأصل العام فإذا طيب الزوج بقى قالك خلاص أنا مش أحضر المحكمة حضرت ما حضرش مش تفرق على هذا القول نمتعوش بقى تقول لي مراتك أنت كده على زميته وانت كده زانية لأنك تجوزت واحد وأنت لا هي مش زانية ولا حاجة هي تطبقت القول الصحيح في المسألة اللي هو انت حضرت القضي قالك طلق قلت له لا أو انت مش موجود أساسا أو انت ما حضرتش كل هذا لا مايفرقش في الحكم لأن الراجح أن الخلع يجوز أن يكبر عليه الزوج